حصل الطالب ملاذ أحمد سقر من أبناء مدينة جبلة على دبلوم اللغة الروسية لنيله المرتبة الثانية على مستوى العالم بمسابقة أنا أتذكر أنا فخور التي أقمتها روسيا بمناسبة ذكرى الانتصار الروسي السادس والسبعين على النازية أنا جهزت شعر طبعاً للشعر الكبير الروسي قسطنطين سومنوف ادربت كثير عليه ودربت على لكني وصرت أحضر شعراء على اليوتيوب كيف تقدمه والحمد لله نشح الفيديو بعد شي تقريب حوالي نص شهر طلعت النتائج المسابقة والحمد لله طلعت المرتبة الثانية عالمياً طبعاً هات كله بفضل تعب أهلي وسندهم إليه طبعاً بأصعب الأوقات وبتشكر كمان كتير آنستي الروسية رينا نسكارودفا عالتعبة وجهودها دائماً معي كانت وبتشكر مدرستي الإخاء العربية الخاصة على دعمها الكبير كمان الحمد لله ابني الحمد لله منه هو صغير وهو بيحلم أنه بمسابقات وشغلات وعنده طموح كتير يعني ببس أنه التفوق الدراسي عنده بحب التمثيل بحب السفر بحب يعني مواهبه كتير الحمد لله بالأول الأعداد يحب اللغة الروسية وتابع مع آنسته كتير كويسة وحب بابي وحب يتابع فيها والحمد لله فاز بمسابقة عالمية وكان الطالب سقر فاز بأولمبيات اللغة الروسية على مستوى سوريا وحصل على رحلة ترفيهية لمدة شهر إلى روسيا ومعسكر أرتك الدولي سواء كتير حدا ناجح ومميز بحياته التعب وسهر حتى قدر يوصل لهم وحق نجاحه إن شاء الله لسه بالأيام الجاي حق أكتر وأكتر ويوصل محل ما بده وبيت منه نحن كتير فخورين فيه والكل فخور فيه والحمد لله قدر يرفع اسم سوريا ما لازم من طلابي بالمرحلة الأعدادية من الطلاب اللي كانوا دائما مهتزمين ومتفوقين ومن الطلاب المتابعين اللي بيعرف شو بدهم يعني موه وقته كاملا دراسة عنده نشاطات وعنده اهتمامات تانية بالإضافة للناحية العلمية ظهرت بالفترة الأخيرة اهتماماته باللغة الروسية عنده أفق عنده طموح وعم يشتغل عليها يعني ما كان مستسلم أبدا فأنا كتير معجبة بشخصيته سوريا بحاجة إلى عقول أبنائها النيرة وزنودهم القادرة على بناء وصناعة مستقبل سوريا ترجمة نانسي قنقر